لجنة الحكام أعلنت تاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي والنادي المصري في تمام الساعة السابعة في استهاد الجيش ببرج العرب كابتن وليد عبد الرازق حكم الساحة كابتن سامي هالهل مساعد أول كابتن عماد العقاد مساعد ثاني كابتن صبر إبراهيم حكم رابع كابتن عبد العزيز السيد حكم فار كابتن هاني خيري حكم فار مساعد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق لتاقم التحكيم في مباراة بكرة نتمنى التوفيق لتاقم التحكيم أنه هو يقيم العدالة ما بين الفريقين الأهلي والمصري الأهلي لهدف عدة الكورة حسبها هدف عليه هدف احسب على النادي الأهلي هدف ما عندناش أي مشكلة ولكن يجب أن يكون هناك عدالة تحكمية إن شاء الله كل التوفيق لكابتن وليد عبد العزيز